تعارف الإنسان بفترته هذه فترة جبلية أنه يريد الأحسن دائما يريد أن يكون في الأحسن ويريد أحسن شيء تدري أحسن شيء وأحسن حالة وأعلى درجة ممكن يصل لها ابن آدم في هذا الكون هي درجة أن يقوم يصلي لله صدقوني يعني إذا تخيل الآن أنا أقول لكم في سورة العراف في سورة العراف لما ذكر الله عز لله قصة موسى عليه السلام وَلَمَّا جَاء موسى لِمِقْرَاتِنَا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صارقة فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين انظر والآية الثانية وكلم الله موسى تكليما انظر كيف ننظر إحنا الآن لهذه الخصائص موسى عليه السلام أن الله كلمه انظر يعني كلمه الله طيب يا أخي الله عز وجل أعطى الأمة المحمدية أعطى الله عز الأمة المحمدية أفراد الأمة اللي ما هم أنبياء أعطاهم هذه الصلاة يكلمونه ويجيبهم يا أخي سبحان الله العظيم يعني المسلم والله يا أخوة يعني آيات الفاتحة إذا وقف عندها المسلم وتذكر بس تذكر أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين أن الله جل وعلا من فوق سبع سماوات يقول حميدني عبدي يعني فين تجد هذه يعني أين يجد الإنسان هذا الإنسان المخلوق الضعيف من أن يصل إلى درجة ربه جل وعلا الكبير العظيم سبحانه وتعالى يقول له حميدني عبدي وبعدين إذا قال الرحمن الرحيم يقول له أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين شوف إياك نعبد وإياك نستعين فيها خصوصية يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك والعبادة هي من أعلى درجات المحبة التعبد هو درجة درجة محبة عالية جدا فقد يعني يطيع أحد حتى يصل لدرجة أن يعبده فالله عز وجل يقول له المسلم إياك نعبد فيعلن محبة ولله تبارك وتعالى ماذا يقول الله يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ثم يأتي السؤال اللي هو سؤال التوفيق ترى الهداية للصلاة المستقيم يا أخوة ترى معناها التوفيق في الحياة الدنيا والآخرة يعني إذا قال إهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والمضالين هو يسأل الله عز وجل التوفيق يسأل أن يوفق يسأل الحياة